تتخذ الدولة المصرية إجراءات عديدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين على المستوى الإنساني أو السياسي وذلك منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويظهر الإسرار المصري والدور الذي تقوم به الدولة في دعم الفلسطينيين وذلك بتنفيذ عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة لا للعدوان لا للتهجير لا لتصفية القضية الفلسطينية مواقف ثابتة وراسخة لا يغيرها المكان ولا الزمان تتبنىها مصر وتؤكدها دوما على مر التاريخ كان آخرها إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدايته في السابع من أكتوبر الماضي فالقاهرة لم تألو جهدا لمساعدة الفلسطينيين سواء على المستوى الإنساني أو السياسي حيث تجسدت هذه المرحلة في الاتصالات المكثفة والعجلة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تصاعد وطيرة الحرب مع الأطراف كفة سواء الإقليمية العربية أو الدولية وهو ما مهدى ليكون الدور المصري رئيسيا في محاولات البحث عن سيغ فعالة لوقف إطلاق النار وقد أسفرت الجهود المصرية والقطرية المشتركة إلى توصل لهدنة إنسانية مؤقتة على مدار نحو إسبوع في نوفمبر الماضي تم بمجبها إيقاف العمليات القتلية بشكل كامل في جميع أجزاء قطاع غزة يأتي ذلك بعدما طرحت القاهرة الخطة الأكثر واقعية لإيجاد نقطة ارتكاز واضحة يمكن من خلالها التحرك قدما وبشكل إيجابي للحل نهائيا للمعضلات التي تكتنف القضية الفلسطينية ذلك من خلال خارطة الطريق التي طرحتها مصر خلال قمة القاهرة للسلام ذلك في 21 أكتوبر الماضي الخارطة تضمنت دمان التضفق الكامل والآمن والسرية والمستدامة للمساعدات الإنسانية لأهل غزة والتفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار فضلا عن الانخراط العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية للاطلاع بمهامها بشكل كامل وقد احتضنت مصر العديد من جولات المفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بمشاركة كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية واستقبلت القاهرة خلال الأشهر الستة الماضية العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية وممثل المنظمات الدولية والإقليمية للنقاش حول السبل الكفيلة بالتهديئة المؤقتة والتي تقود إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة وتنفيذ أيضا التهديئة في الضفة الغربية جهود حثيثة تمضي تحت مظلة لجملة من الثوابط المصرية وعلى رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في قطع غزة ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج الإسرائيلية ورفض مساع لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى حيث أكدت مصر مرارا وتكرارا أن تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء يمثل خطا أحمر مشددة على أن التصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل وليس فقط بالداخل الفلسطيني